بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر للبعثة خرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من الأنصار لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج لإبرام أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام جرت اتصالات سرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الثلاثة والسبعين رجلا من الأنصار على أن يجتمعوا في أوساط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة في الليلة الموعودة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة والسبعين رجلا والمرأتين من الأنصار لإبرام البيعة الكبرى التي عرفت ببيعة العقبة الثانية كانت بند البيعة السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر وحمايته صلى الله عليه وسلم ونصرته إذا قدم عليهم المدينة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما لنا إن نحن وفينا بالبيعة قال صلى الله عليه وسلم لكم الجنة فوافقوا بالإجماع أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه ثم تتابع الناس وهم رؤوس الأنصار عند ذلك سمع الشيطان يصرخ منذرا قريشا من هذا الاتفاق فقال العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه والله الذي بعثك بالحق إن شئت يا رسول الله لنمي لن على أهل منا غدا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا إلى رحالهم هكذا تمت هذه البيعة العظيمة بيعة العقبة الثانية والتي كانت سببا في الهجرة إلى المدينة لبناء الدولة الإسلامية قال كعب بن مالك رضي الله عنه لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر متفق عليه لما رجع الأنصار إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له منعة وقوما وهم الأنصار